بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي الطلبة طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم يسرنا أن نلتقيكم عبر فضائية العراق التربوي لنقدم لكم درسا في قواعد اللغة العربية للصف الخامس العدادي بفرعيه العلمي والأدبي درسنا العدد تنونا في درس سابق العدد تذكيره وتأنيثه وأقسام العدد وبينا لكم العدد ينقسم إلى مفرد ويبدأ من العدد واحد إلى العشرة والعدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر والعدد المعطوف والفاظ العقود والعداد مئة وألف ومليون وبينا أحبتي موقع الموقع العرابي لهذه الأعداد تعرب بحسب موقعها نتناول في هذا الدرس كيفية تعريف العدد وتنكيره والتعريف يتم بإدخال التعريف أحبتي الطلبة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة نقوم بإدخال التعريف على المعدود كيف؟ تعال معي نقول تفوق في الامتحان عشرة الطلاب إذن قمنا بإدخال للتعريف على المضاف إليه تفوق في الامتحان انظر عشرة الطلاب هنا عشرة جاء مفردا إذن يخالف المعدود المعدود الطلاب مذكر إذن يكون العدد مؤنثا أما التعريف قمنا بإدخال اللي التعريف على المعدود تعال معي تفوق في الامتحان عشرة الطلاب انظر التعريف دخلت على المضاف إليه العدد عشرة تفوق في الامتحان عشرة الطلاب والعدد لا تنسى عزيز الطالب العدد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود لو كان المعدود مؤنثا لقنا عشرة الطالبات إذن عندما يطلب منك إدخال اللي التعريف على العداد من ثلاثة إلى عشرة التعريف تدخل على المعدود للعدد تدخل على المعدود للعدد أما إذا كان العدد من الأعداد المركبة ونعني بذلك الأعداد التي تبدأ من أحد عشر إلى تسعة عشر كيف نعرفها نقوم بإدخال اللي التعريف على صدر العدد هاكي مثال نقول تفوق في الامتحان الأحد عشر طالبا إذن التعريف أدخلت على صدر العدد إذا كان العدد مركبا والعداد المركبة هي العداد التي تبدأ من أحد عشر إلى تسعة عشر عند تعريفها نقوم بإدخال للتعريف على صدر العدد انظر تفوق في الامتحان الأحد عشر طالبا طالبا انظر هنا التعريف أين دخلت دخلت على صدر العدد أما العجز لا علاقة لها به إذن اتضح لنا عند تعريف العدد إذا كان العدد مفردا من ثلاثة إلى عشرة نقوم بإدخال للتعريف على المعدود أي على المضاف إليه أما إذا كان العدد أما إذا كان العدد مركبا أي من الأعداد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر نقوم بإدخال للتعريف على صدر العدد كما بينت لكم أما إذا كان العدد معطوفا والعدد المعطوف بينا سابقا يتألف من عدد مفرد من واحد إلى تسعة وحرف العطوف وألفاظ العقود هنا التي التعريف تدخل على المعطوف وعلى المعطوف عليه نقول حفظت الخمس والخمسين سورة حفظت حفظت الخمس والخمسين حفظت الخمس والخمسين سورة من القرآن الكريم هذا هو العدد المعطوف حفظت حفظت الخمس والخمسين سورة من من القرآن الكريم انظر إلى التعريف دخلت على المعطوف عليه وعلى المعطوف المعطوف عليه الخمس والخمسين وربما يسأل أحدكم لماذا جاء منصوبا العدد أحبة الطلبة يعرف بحسب موقعه حفظت حفظ فعل ماض مبني على السكون التعريف ضمير متصل مبني في محل رفع فعل والفعل متعد إذن يكون عراب الخمس مفعول به انظر حفظ الخمس مفعول به منصوب الواو حرف عطف الخمسين اسم معطوف منصوب 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 لماذا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وما بعد فاض العقود سورة تمييز منصوب انظر ما يتعلق بالمطابقة والمخالفة التي درسناها في تذكير العدد وتأنيف العداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود المعدود سورة والسورة مؤنثة إذن جاء العدد مذكرا قال حفظت انظر حفظت الخمس والخمسين انظر إلى العدد المعدود سورة مؤنث سورة مؤنثة قال الخمسة اما الفاض العقود تلازم سورة واحدة ان كان المعدود مذكرا ام مؤنثا تأتي بسورة واحدة ثابتة الامر التغيير اين اين يحدث في الاعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة اما هنا من واحد إلى تسعة المعطوف هذه مرة تأتي مذكرة ومرة مؤنثة الذي يقرر ذلك هو المعدود حفظت الخمسة والخمسين سورة من القرآن الكريم اذا اذا كان العدد المعطوف ماذا نفعل نقوم بإدخال التعريف على المعطوف وعلى المعطوف عليه ونراعي ونراعي التذكير والتانيذ اين في المعطوف عليه لان المعطوف عليه اذا كان العدد واحد واثنان يطابق اما الاعداد من ثلاثة إلى تسعة فتخالف المعدود هذا الامر ينبغي لنا ان نتوقف عنده عندما يطلب منك ان تقرأ الاعداد او تكتب الارقام تكتب الاعداد كتابة يجب ان تراعي ذلك في الاعداد من واحد واحد واثنان يطابق من ثلاثة إلى عشرة تخالف والاعداد المركبة والاعداد المعطوفة كل هذا الامر يتوقف عليه اما ما يتعلق بتعريف العدد اي كيف نعرف العدد بادخال التعريف اذا كان العدد المعطوف نقوم بادخال التعريف على المعطوف وعلى المعطوف عليه أما الفاظ العقود إن لم تكن معطوفة فنقول العشرون الخمسون الثلاثون لا جديدة فيها نجحها في الامتحان الخمسون طالبا إذن نقوم بإدخال التعريف على الفاظ العقود ما يتعلق بالأعداد مئة وألف ومليون نقوم بإدخال التعريف على المضاف إليه أي على المعدود نقول مئة الرجل ومئة المرأة وألف العامل وألف العاملة ما طبقناه على الأعداد من ثلاثة إلى عشرة قمنا بإدخال التعريف على المعدود كذلك عند الأعداد مئة وألف ومليون نقوم بإدخال التعريف على المعدود كما هو الحال في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة الآن أحبتي الطلبة نتناول صوغ العدد على وزن فاعل كيف نصوغ العدد على وزن فاعل أحباي اسم الفاعل كما تعرفون درسناه في المرحلة المتوسطة هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل نقول كتب كاتب قرأ قارئ أما الأعداد هنا هي ليست أفعال هي ليست أفعال ولكن لا يتحقق الترتيب إلا إذا صغنا هذه الأعداد على وزن فاعل إلا إذا قمنا بصياغة هذه الأعداد على وزن فاعل والأعداد التي تصاغ على وزن فاعل هي من اثنين إلى العشرة اثنين نقول ثان ثلاث ثالث رابع خامس سادس إلى عشر لماذا للدلالة على الترتيب للدلالة على الترتيب أما إذا أضيف العدد على وزن فاعل إلى العدد المشتق منه فيدل على أنه جزء منه تعالوا معي لنقرأ النصوص التي تتضمن ذلك انظروا بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثان اثنين إذ هما في الغار نعيد القراءة بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثان اثنين إذ هما في الغار صدق الله العلي العظيم انظروا إلى العدد ثاني جاء على وزن فاعل العدد اثنان عند صياغة العدد العدد على وزن فاعل ثاني ثاني ما الذي أفادتنا هذه الصياغة هنا دلت للدلالة على أن العدد جزء من العدد المضاف إليه نقول خامس خمسة وهنا ثانية اثنين يدل على أنه جزء من العدد المضاف إليه إذن صياغة العدد على وزن فاعل إما للترتيب أي أن ترتيبه ثاني ثالث رابع أما إذا أضيفه إلى العدد الذي اشتق منه فيدل على أنه جزء من العدد المضاف إليه أما إعراب العدد هنا يعراب بحسب موقعه انظروا قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هنا جاء منصوبا حال كيف أخرجه ثانية اثنين كانت حاله ثانية اثنين انظر العدد هنا أضيف إلى العدد المشتق ثاني جاء لأوزن فاعل اشتق من عدد اثنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه منحق بالمثنى تعالوا معي لنقرأ البيت الشعري للشاعر المتنبي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني الثاني انظر الثاني جاء على وزن فاعل من الذي أفاده أفاد الترتيب وكيف نعربه هنا عندما يتقدم المعدود على العدد العدد يعرب صفة والصفة كما درسناها تتبع الموصوف هو هو أول وهي المحل الثاني صفة الموصوف المحل إذن العدد المصوف على وزن فاعل يصار بهذه الصيغة لإفادته الترتيب لو لا هذه الصيغة لو لا هذه الصيغة أي صيغة فاعل لما أفاد الترتيب أما أما إذا أضيف إلى العدد يدل على أنه جزء منه كما في قولي تعالى ثاني اثنين الذين كفروا ثاني اثنين إذن أحبائي الطلب ما يتعلق بصياغة بصياغة العدد على وزن فاعل الأمر يتعلق بالعداد من اثنين من اثنين إلى عشرة بقي أن تعلم العدد واحد العدد واحد يصاغ على وزن فاعل ولكن ولكن لا يستعمل إلا مع العدد المركب كيف سأوضح لك ذلك تعالى معي تعالى معي نقول الحادي عشرة الحادي عشر والحادي عشر ونقول الحادي الحادي عشرة إذن واحد يصاغ على وزن فاعل متى متى إذا جاء في العدد المركب وأعني بالعدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر إذا كان المعدود مذكرا نقول الحادي الحادي وصل الحادي عشر من المتسابقين وصلت الحادي عشرة إذن وكذلك يستعمل مع الفاضي العقود الحادي والعشرون في اليوم الحادي والعشرين من آذار عيد الشجرة إذن العدد واحد يصاغ على وزن فاعل إذا جاء مع العدد المركب وأعني المركب أحد عشر وكذلك إذا عطف على الفاض العقود إذن الغرض أحبتي الطلبة من صياغة العدد على وزن فاعل الغرض هو للدلالة على الترتيب للدلالة على الترتيب أما أما إذا أضيف العدد إلى العدد الذي اشتق منه فعلى ماذا يدله يدله على أنه جزء منه يدله على أنه جزء منه أحبائي أعزائي طلبت الصف الخامس العدادي بفرعيه العلمي والأدبي ما يتعلق بالعدد سواء في التذكير والتأنيف والتعريف وصياغة العدد على وزن فاعل عليك أن تعرف العدد من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز وهذا التمييز مرة يأتي مفردا منصوبا ومرة يأتي مجرورا ومرة يتقدم العدد على المعدود متى العددان واحد واثنان المعدود يتقدم كما قال تعالى لا تتخذ إلهين اثنين أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تمييزها يأتي مجرورا نقول ثلاثة طلاب الفاض العقود من عشرين إلى تسعين يأتي تمييزها مفردا منصوبا حمله وفصاله ثلاثون شهرا الأعداد المركبة الأعداد المركبة وأعني بذلك من أحد عشر إلى تسعة عشر هذه أعداد مركبة مبنية على فتح الجزئين ويستثنى العدد اثنى عشر صدره عرب المثنى تمييزها يأتي مفردا منصوبا يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبة انظر كوكبة أما الأعداد مئة وألف ومليون فيأتي تمييزها مجرورا مئة رجل إذن عندما يطلب منك أن تقوم بقراءة الأعداد أي تحويلها من الأرقام إلى الجمل إلى الكلام كتابة عليك أن تراعي تقرأ العدد والمعدود وتتعرف على العدد واحد واثنان يطابقان المعدود ودائما يكون إعرابهما نعت لأن المعدود يتقدم على العدد أما العداد من ثلاث إلى عشر والعدد عشر حبتي إذا جاء مفردا يعامل معاملة العداد من ثلاث إلى تسعة أي يخالف أما إذا جاء مركبا ماذا نفعل يطابق نقول أحد عشر طالبا إحدى عشرة طالبة انظر عشر المعدود مذكر أما إذا كان المعدود مؤنثا ماذا قلنا إحدى عشرة طالبة ويبقى العراب الموقع العرابي الذي يحدده الموقع يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين ما إعرابه اقرأ ما قبله رأيت فعل وفاعل والفعل متعد إذن في محل نصب مفعول به أحباي الطلبة وصلنا إلى نهاية الدرس راجين لكم كل التوفيق وفي الختام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر